طيب خلينا أسأل يعني كابتن حسام يعني هل نجح النهاردة يعني انتعرف طبعا أنه أحمد عبد العالم مش في مركزه هل النهاردة كان عندنا مشكلة في الليبرو هل الدنيا كانت ماشي رمضان أدى أداء كويس في البداية شايف الدنيا كانت ملمومة في غياب معوض ولا الموضوع يعني كان عندنا أزمة في المركز ده لا خالص هو النهاردة محمد رمضان عمل مطش كبير جدا وكل الكور اللي تلعبت عنده إذا كانت في الاستبال أو في الديفنس يطلعها بشكل كويس جدا يمكن ظهر في الشوت الثاني المعد بتاع فيلت سبورتنج حاول يحط كورة تاني كورة كذا مرة محمد كان وقف لها وصاحي وطلع كورة مرتين وغير بعض بشكل مميز وعرفنا ناخد النقطة دي أغلب الاستبالات أو الإرسالات اللي تلعبت عند رمضان طلعت كويسة والراجل استقب الكويس والكور اللي تشانس بول كلها وصلها كويس كانت بتسهل جدا على عبد الله أنه يعرف ينوع الإعداد بتاعه ويخلي اللعب متوزع بين اللعبة من اللعبة النص ولعبة الإطراف الحاجات دي كلها بتخلي محمد يبقى واخد ثقة كبيرة في نفسه بتخلي كابتن محمد مصرحي كمان عنده ثقة في محمد رمضان بشكل كبير إن احنا معاوض مش موجود يمكن برضو محمد رمضان هيكون وقف مكانه وسادد مركزه بشكل كويس جدا نهاردة حددت بحكم يعني عينك عين الخبير لقيت أنه عندنا مشكلة في مركز اللي برو الحمد لله محمد رمضان قد وان شاء الله معاوض يكون معنا المباراة اللي جاء واللي بعدها بعد ما يتمثل للشفاء من الحادس اللي اتعرض لها الدنيا تبقى كويس خلي بالك احنا النهاردة كمان يا كبتن بنلعب من غير المحترف يعني النهاردة احنا المحترف مش متواجد وبتالي بعد المبارايتين واللي حاجة هينضم لنا يعني هنبقى أقوى من كده بكتير الحاجات دي اتمنى مميزات النادي الاهل ان انت عندك مركز المركز فيه لعيب واثنين وثلاثة الحاجات دي بتسهل جدا على مدير الفني انت لو حصل لقدر الله اي اصابة او اي ظرف للعب من اللعبة اللي موجودة لا انت عندك البديل موجود والبديل بتاعه كمان موجود خاصة كمان ان اللعبة الصغيرة طلع بشكل مميز جدا اذا كان زياد قسامة ولا حمز الصافي زياد قسامة احسن لعيف في 19 سنة في بطولة التسعتاشر وحمز الصافي احسن لعيف في بطولة السبعتاشر الحاجات دي بتدي ثقة للفريق بتحسس اللعبة برضو نفسها ان هي لها اهمية في النادي الاهلي ولما بتنزل بتقدي زي ما شفنا زيادة النهاردة نزل وعمل موتش كويس جدا يعني حاجة بتتفق مع كابتن كريم انه من اهم المكاسب النهاردة عندنا هو مشاركة الصغار او الشباب يعني اللي هما مستقبل النادي الاهلي فده طبعا يعني يعني انت بتكسب اه بس بيتجهز للاجيال القادمة عشان يكون عندك جيل جاهز كمان سنتين ان شاء الله ان هو يشيل الراية صح الكلام ده اه طبعا يعني احنا شهود التالت تقريبا اغلبوا لعبينه بالعيبة اقل من 22 سنة اذا كان يوسف مرجان او زياد قسامة او حمز الصافي وعبد الرحمن الحسيني اربع لعيبة او خمس لعيبة من قوام الفرقة الست لعيبة اللي موجودين في الملعب كلهم قال اللي من 22 سنة ده بيطمننا على مستقبل النادي ان اللعيبة اللي ده تطلعها كويسة وتقدر تشيل النادي وتعرف تلعب ماتشات كويسة جدا وتكسب